تحلق في الفضاء وتسبح في فلك الإبداع إنها المهندسة العراقية ديانا السيندي التي أذهلت الجمهور العربي والعراقي على وجه الخصوص بما تقدمه من إنجازات تحفر اسم بغداد على أضخم تلسكوب في العالم تلسكوب جيمس ويب تقول صحف غربية إن السيندي تستخدم خبرتها في هندسة الصواريخ النفاثة لإلهام الأجيال الشابة من العلماء في الشرق الأوسط وفي مسيرة إنجازها التي وصلت أكثر من عشر سنوات في وكالة ناسا للفضاء تقدم السيندي منتجها العلمي بالشرح المفصل باللغتين الإنجليزية والعربية بلهجتها العراقية عبر منصات التواصل الاجتماعي التلسكوب بيه 18 مراية وكل مراية كانت تتحرك شوية شوية حتى تعدل نفسها ويصير الدقة مالصورة عالية أكثر حتى ما تكون مشوشة بهذه الطريقة وقد حفرت السيندي اسمها على تلسكوب جيمس ويب خلال فترة إعداده للسفر إلى الأكوان الأخرى سيستكشف التكوين للمجرات في الكون بسبب تقنية جديدة اسمها الإنفرات تكنولوجي وما إن تحققت المهمة بنجاح حتى قدمت السيندي أسرار تلسكوب والصور الكونية الملونة التي انتشرت وأذهلت العالم الصورة الوراية هي أول صورة أخذها تلسكوب جيمس ويب وهي صورة مهمة جدا لأنه هي الصورة حقيقية ملونة انختت بالسنسرات الموجودة على التلسكوب في الأشعة تحت الحمراء تضع السيندي على عاتقها مهمة دعم الفتيات العربيات من صاحبات الذكاء والإنجازات العلمية سيما التي يعانين من تحديات صعبة كالعديد من المبدعات في العالم العربي وفي العراق على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر